الجبائي تدفع عن طريق ستاك لأن ستاك كان منتشر في بعض الأماكن في تونس لكن حتى لو سعر هذا و ستاك قالت لا ما عشت المعلوم مواطن ما عش يدفع هنا المواطن مجبر كأنا انتي وانا مواطن مرفق عمومي ندفع ضريبة معينة اسمها تلفز التنسي معناها هذا ينجب يكون مدخل خسخصة التلفزي مش خسخصة أي تلفزي مرفق عمومي في العالم المواطن يدفع الضريبة هذه سواء يدفع الضريبة مباشرة واسمها معروف انه بتاع الضريبة التلفزي كما مثلا معاش بالصدفة زيبلا والخاروبة يخلصوهم على المياه لأنه السوناد موجودة في كل مكان تقريبا هي كانت ربما طريقة استخلاص هذه الضريبة بطريقة أسرع أو بقالية أقل تكلفة يعني ربما نقول اذا كابش نزجوا على منوال الدول المتحضرة والمتطورة في إيطاليا المواطن يدفع الضريبة التلفزي يدفع الضريبة يدفع الضريبة يدفع الضريبة يدفع الضريبة يعني حتى لو اشتراع الضريبة هي محاول الضغط على التلفزي تونسيا في احتوال التلفزي تونسيا لخدمة أجندة معينة أجندة هذي أقول لها سابقا نحن نعمل باتجاه 6 نوفمبر بالنسبة لنا نحن 6 نوفمبر و7 نوفمبر وجهاني لعملة واحدة لن نعمل في اتجاه أي تيار سياسي مهما كان نوعه سنعمل فقط باتجاه أرضاء المواطن المتواصل ويشباع رغضوا المعلوماتية والثقافية والرياضية وعلى جميع الاستخدام يعني انتم في الأخر اليوم ساعد جاء لشان كيفش كانت التحركم هل كانت تجاوب بالتأكيد هناك العديد من موجود الحضور الجماهيري لتيجتوانو السيدكون برشة ناسخ مول برشة عوطل لا يوجد الحضور بشكل لا يوجد الحضور لا يوجد الحضور ولكن كان الحضور يعني ثم التفاف من أعوان التلفزة على مطالبكم على النقابة ثم التفاف كبير نعم التفاف جينا موجود نعم والتحركم تاعكم لا يوجد ضغوطات من الإدارة لا 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 يوجد يعني كلمة أخيرة للمواطن كيف تقوله نعم كلمة أخيرة نعم نعم كلمة أخيرة للمواطن كلمة أخيرة للمواطن كلمة أخيرة للمواطن للشعب التونسي نحن كأعوان مؤسسة التلفزة التونسية أننا سنناضل من أجل استقلالية الأعلام والتلفزة التونسية وهل تعدون إذا صارت ضغوطات جدية واضحة أنهم تعلمونها نحاول بكل ما أوتينا من زاد بأن نتصدى لأي محاولة لتركيع التلفزة التونسية في الاتجاه معين مهما كان الاتجاه السياسي أو إذا نعرف وهذا نيابة عن زملائي ومتأكد من قناعاتنا كلنا أن لن نرضخ لن نرضخ لأي تحديد سواء كان مادي لأن هددنا بالرواتب فيما سبق بعد خورة مباشرة هددنا بقطع التمويل المواطن وهو من حق أخيراً يعني وما أشبه الأمس باليوم لن نركح لن نخضع لأي مساومة وستبقى التلفزة بإذن الله حرة مستكتلة عن أي توجه سياسي مهما كان نوعهم في تونسي شكراً لكم شكراً لكم